عزيزي وطلاب الصف الثاني الاعدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الوقت ان شاء الله هنقدم نموذج امتحان لغة عربية لطلاب اتدامك نموذج زي ما احنا شايفين بيبدأ بسؤال التعبير مديني تعبير ابداعي ومديني تعبير وظيفي فالتعبير والوظيفي بيقول لي العلم نور دي جملة بينهم خسين وبيقول لي العبارة السابقة يا طرى لافتة ولا برقية ولا اعلان العبارة دي لافتة لازم تبقى عارف ان البرقية فيها مرسل ومرسل اليه والاعلان بيبقى طويل وكلماته كثيرة اه مش بيبقى مقتصر او موجة زي كده فالعلم نور بتعتبر لافتة بعد كده التعبير الابداعي بتاعكم بيبقى عبارة عن جمل مديني كلمات وانا هرتبها عشان اعمل منها جملة مفيدة ففي الجملة الاولى كالسيف الوقت تقطعه لم انقطعك فهنرتبها دي جملة مشهورة واحنا عارفينها فهنقول الوقت كالسيف الا ما تقطعه قطعك والترتيب قدامك ظاهر بعد كده الصادق في افعاله من هو واقواله صدقة فهنقول الصادق هو من صدق من صدق في افعاله واقواله وبرضو الترتيب واضح قدامك ولازم ما تستعجلش افهم معنى الجملة الاولى عشان تعرف ترتبها صح الجملة اللي بعد كده بيقول ليه السكر وبعدين القصب الذي نستخرج منه فاقرب ترتيب لها قلنا القصب الذي نستخرج منه السكر القصب الذي نستخرج منه السكر بعد كده المصري وكلمة بالاخلاص وكلمة الفلاح ويتصف والامانة فاحنا رتمناها برضو قلنا ايه يتصف الفلاح يتصف الفلاح المصري بالاخلاص والامانة ده انا عملتها كده جملة فعلية ممكن اعملها جملة اسمية عادي فاقول الفلاح المصري يتصف بالاخلاص والامانة يعني ممكن دي تمشي معايا جملة فعلية تبدأ بفعل وممكن تمشي معايا جملة اسمية تبدأ باسم عادي دي ما فقاش مشكلة يا اما اقول يتصف الفلاح المصري بالاخلاص والامانة يا اما اقول الفلاح المصري يتصف بالاخلاص والامانة. ما فيش فرق بيننا نبدأها جملة اسمية او فعالية. بعد كده القراءة. اه تلات اسئلة كلها اجباري. اه موضوع الكنز اه قبل ان يضيع. وبعدين هيبقى فيه اه سؤال عن القصة وسؤال عن القرار متحرر. من موضوع الكنز قبل ان يضيع ده عليه تلات درجات. بيقول لي ان للوقت مفاهيم متعددة ومتبينة. تداولتها الاجيال المتعاقبة عبر السنين والعصول. اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوساني فيما يلي. مفرد كلمة مفاهيم فاهم ولا مفهوم ولا اه فهم. مفرد مفاهيم مفهوم. اللي هو الاختيار اللي في النص. مضاد كلمة متبينة مختلفة ولا متفقة والله واضحة. هو عايز المضاد. متبينة يعني مختلفة. متبينة معناها مختلفة. هو عايز بقى مضادها. هي بقى مضادها متفقة. قصد الكاتب بالسخور الكبيرة في الدرس طبعا الاهداف الكبرى ولا المشاكل ولا الاهداف الصغيرة. المقصود بالسخور الكبيرة في الدرس الاهداف الكبرى. الاهداف الكبرى. بعد كده عندنا سؤال القصة. قصة كفاح شعب مصر عليه تلات درجات. اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوساني فيما يلي. آآ زعيم الثورة العرابية. اسمها العرابية جاي من اسم عرابي. يعني هي آآ اسم الثورة جاي من اسم صاحبها. فبيقول لي يا طرى مصطفى كامل ولا احمد عرابي ولا جمال عبد الناصر. طبعا الثورة العرابية كان الزعيم بتاعها احمد عرابي عشان كده سميت عرابية. حرص على توحيد الصفوف بين عنصري الامة. من اللي واحد الصفوف? سعد زغلول ولا محمد فريد ولا خديو توفيق? طبعا سعد زغلول هو اللي حرص على توحيد عنصري الامة. ساعد الانجليز على دخول مصر. من اللي ساعد الانجليز على دخول مصر? الخديوي ولا محمد فريد ولا اللورد كرومر? طبعا اللي ساعد الانجليز على دخول مصر كان الخديوي توفيه. الخديوي توفيه. سؤال بعد كده سؤال القراءة المتحررة عليه تلات درجات. ان دلاء القدرة الله كثيرة وعظيمة. فكان من الظواهر التي تسبت عظمته وبديع صنعه او صنع الله سبحانه. فانظروا ايها الناس نظرة تدبر وتأمل الى القدرة التي فاقت قدرة اي مخترع. ورح مشابط لي الاسئلة على طول مش عارفة ليه يعني في القطعة. المفوض يعمل نقطة ولا اي حاجة. في بيقول لي الف مضاد كلمة قدرة عظمة ولا ضعف ولا خلود. مضاد قدرة اه ضعف او عجز. ضعف او عجز. يبقى هنا اخد كلمة ضعف. بعد كده مراضف تثبت. هنا التي تثبت عظمته. مراضف تثبت تؤيد ولا ترفض ولا تجهل. مراضف كلمة تثبت تؤيد. آآ بعد كده لا ينكر قدرة الله سبحانه وتعالى الا كافر ولا مؤمن ولا جاهل ولا منافق. اللي بينكر قدرة ربنا سبحانه وتعالى ده انسان كافر على طول. بعد كده سؤال النصوص عليه تمن درجات. السؤال ده بس الواحده اللي احنا هنقوله عليها اربعة. والسؤال بتاع القصيدة او ابيات الشرح يبقى لها كمان اربعة يعني مش ده الواحده عليه تمانية. اجب عن السؤال القاتل وده اكباري. الحديث لما يجي لك الحديث او الاية بيبقى اكباري. لازم تجاوبه مش اختياري. من نص تبارك الله احسن الخالقين. قال تعالى ان الله ان الله فالق الحب وانا فالق. دي فالق. والنوى يخرج الميتة من الحي ومخرج ومخرج ايه ده? ده فيه اخطاء اساسا في الآية. يبقى احنا عندنا الآية هنا فيها خطأ فعلا. هنا بيقول لي ان الله خالق. هنا فيه غلط ان دي فالق. ان الله فالق. الحب والنوى. وبعدين بيقول لي يخرج الميت من الحي. لأ طبعا هي في بداية الآية يخرج الحي من الميت. الحي المفروض دي تبقى الحي من الميت. الحي من الميت. لكن بعد كده آآ الآيات مزبوطة. ده خطأ مطبعي. ونخرج الميت من الحي زي لكم الله فانا تؤفقون. زي لكم كمان هزا من شايفينك مكتوبة ازاي? فانا تؤفقون. طيب تعالوا نشوف اختر الاجابة الصحيح. نعرفنا كده الخطأ المطبع اللي في الآية. آآ مما بينها قوسان في ميل. مراضف كلمة فالق. هو انا كاتبها صحة هوا. مع انه كاتب هنا خطأ. بمعنى شاق ولا محي ولا واهب. فالق بمعنى شاق. الحي والميت. الحي والميت. الكلمتين دول. بينهم تضاد ولا تراضف ولا افراد. مش عارف يعني ايه افراد دي. الحي آآ والميت ما بينهم تضاد. الحي والميت الاتنين بينهم تضاد. بعد كده بيقول لي بدأت الآية الكريمة بتوقيد ايه? يا ترى قدرة الله على شق الحب والنوى ولا آآ الحياة والممات. طبعا بدأت الآية الكريمة بتوقيد قدرة الله على شق الحب والنوى. قدرة الله على شق الحب والنوى اللي هو الاختيار الاول ده كل وهناخده معنا كده. ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة ولا ما تخطأ امام العبارة الخطيئة. الله خالق الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. صح طبعا دي ما فيهاش كلام. هنكمل النموذج بتاعنا في الصفحة اللي بعد كده. آآ بعد كده بيقول لي اجيب عن سؤال واحد من السؤالين الآتيين زي ما قلنا نصوص. بيبقى الايات او الحديث بيبقى يكباري. بعد كده بيديك نصتين اتنين قصتين اتنين بتختار منهم واحدة. الاية او الحديث بيبقى عليه اربع درجات. والنص الشعر بيبقى عليه اربعي باكده كلهم مع بعضه تمن درجات. نص الفلاح سواء انت بها يقيمة تختار نص الفلاح يقيمة تختار نص العلم واجب. واللي انت آآ يعني مزاكره كويس وعارف ان انت هتحله تمام. ممكن تختاره وما فيش مشكلة ان انت تختارهم لاتنين والمصاحة هيختار لك اللي انت جايب فيه درجة اعلى. مش مشكلة. من نص الفلاح. انا الفلاح في مصر اردو طرابها تبرا. طيب هنا بيقول مرادف كلمة ارد يا ترى احول ولا ابقي ولا افتخر. مرادف كلمة اردو احول. مرادف اردو احول. آآ آآ مدين مصر وتبر. الاتنين بينهم ايه زي ما خدنا في مواطن الجمال يا ترى تجانس لفظي تطرب له الازن ولا بينهم مقابلة ولا بينهم ترادف. مقابلة دي يعني تضاد. ولا بينهم ترادف طبعا احنا زي ما حفظنا في مواطن الجمال. بينهم تجانس لفظي تطرب له الازن. ده علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخطئة. للفلاح المصري دور عظيم في نهضة بلاده صح. وبرضه خطأ مطبعا انه وحطط له نقطتين على الهيه هنا. يعتز الفلاح بطراث ابائه واجداده صح. يبقى الاتنين معي صح. بعد كده النص التاني من نص العلم واجب. آآ العلم نور بين ايدي المرء في كل المطالب ده من ديني بيت وهيسألنا عليه. مفرد كلمة المطالب المطلب ولا المطلوب ولا المطالبات. مفرد المطالب المطلب. المطلب. اتنين الجهل اشبه بالظلام. يا ترى التعبير ده بيدل على شدة خطورته. خطورة الجهل يعني. شدة خطورته ولا على اهميته ولا على قصرته. طبعا هو بيدل على شدة خطورته. يعني خطورة الجهل. قائل النص. جميل صدق الزهاوي ولا حافظ ابراهيم ولا احمد شوقي. قائل النص. العلم واجب هو جميل صدقية الزهاوة. اربعة للعلم فواد كثيرة منها ايه? يطرى بيرتفع بيرفع المفروض ان خطأ مطبعي كمان. يرفع عن الانسان اسقال الحياة ولا يخفف المصائب ولا يصلح تفكير الانسان ولا كل ما سبق طبعا كل ما سبق بيعتبر من فواد العلمية. انا هيخد كل ما سبق. كل ما سبق. آآ كل دول يعتبر صح كل ما سبق. بعد كده سؤال ان نحن عليه خمس درجات. هنقرأ القطع مع بعض. مصر بلد السلم والسلام. منحها الله منزلة عظيمة بين الدول. يتعاون ابناءها مخلصين للعمل على تقدمها ورفعتها وهي اكثر الدول تعاونا مع غيرها ولا ينكر فضلها الا جاحد. اعراب كلمة منزلة. اهيه منحها منزلة. والمفروض يشدلكوا تحت الكلمات اللي يعربها خطوط. طيب منحها الله. منحها من الافعال اللي بتنصب مفعولين. فانا عندي الضمر ده هو المفعول الاول ومنزلة هي المفعول الثاني. ولفظ الجلالة هو الفاعل. تمام? يبقى انا عندي مفعول الاول ومفعول ثاني. يبقى منزلة تبقى مفعول به ثاني. مفعول به. آآ ابناؤها فبيقول يتعاون ابناءها دي فعل هو فاعل. يبقى ابناؤها فاعل. آآ تعاونا وهي اكثر الدول تعاونا. الكلمة المنصوبة بعد اكثر بتعتبر تمييز. بنعرفها تميز. يبقى تعاونها هنتبقى تمييز. بعد كده كلمة مخلصين يتعاون ابنائها مخلصين. يعني حالة كونهم مخلصين. يبقى مخلصين حال. بعدين بيقول لي هي اكسر الدول. برضو انطلحها من القطع هنا هي اكسر. فبيقول لي هي شديد اللي احتخطوا بقول لي هي. يا ترى هي دي اسم معرب? ولا اسم مبني? ولا اسم موصول? اولا هي مش اسم موصول. لان احنا اخدنا اسم موصولة لازي والتي والازينة والتي والكلام ده كله. آآ لكن هي ضمير غائب. واحنا اخدنا ان الضمائر بتعتبر من الاسماء المبنية. من المبنيات. الضمائر من المبنيات. يبقى احنا هنختار ان هي اسم مبني. اسم مبني. بعد كده يبقى معاك سؤال الخط. بيديك آآ بيئة شعر. او جملة. وده عليه دراجتين. وعايزك تكتبه مرتين. وركز في سؤال الخط ويا ريت ما تنسوهش عشان ما تضيعوش هنفسكه الدراجتين. وبعد كده بيملكوا حاجة بسيطة خالص. بتاخدوا عليها كمان دراجتين. وبالتوفيق حبيبي طلاب الدمج. اسم اللي متحمد بحكم ان شاء الله بقى سانكي جدا. ما تقلقوشي. وان شاء الله ربنا معاكم. واشوفكم ان شاء الله على خير. آآ في آآ نمازج بقى وانتوا في سنة تالتة عدادي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.